السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً يا شباب حلقتنا النهاردة هنعرف من خلالها علاج كل أنواع الإسهالات في الفراخ يعني حسب لون الإسهال هنقدر أن إحنا نحط مع بعض وصفة سهلة وبسيطة ومتفق عليها تكون مرجع لحضرتك لو لسه مبتدئ في تربية الدواجن أو حتى تكون عندك خبرة وكل حاجة ولكن عايزين نلم كل أنواع الإسهالات مع بعض بشكل مختصر وسهل وبسيط ومتفق عليه من الجميع بمعنى حسب لون الإسهال إزاي إحنا نعالج الجرعة قد إيه ولو كان فيه أي معلومة أو تركة فنية من خلال الحلقة هنقدمها لحضراتكم إن شاء الله وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الجميل بتاعت وتصلي على رسول الله ويلا بينا نبدأ على بركة الله أول حاجة لو الإسهال لونه أحمر أو أسود لو الإسهال لونه أحمر زي الدم كده أو أسود غالبا بنسبة كبيرة جدا بيكون عندك مرض اسمه كوكسيديا طيب بسرعة كده العلاج إيه دكتور باختصار هتجيب دوى من الثلاثة دول لإما أمبرول من الصيدلالة البيطرية لإما طلتالازوريل لإما ضيكلازوريل أو ديكلوسول بتحط معاهم واحد من الثلاثة تضيف معايا فيتامين كاف لمدة كام يا دكتور لمدة 12 ساعة على الأقل لمدة 4 تيام يعني كل يوم 12 ساعة فرضا هنعتبر النهار 12 ساعة يبقى كل يوم بالنهار واحد من الثلاثة دول مع فيتامين كاف لمدة 4 تيام لمدة 4 تيام طيب ده لو كان الإسهال لونه إيه أحمر أو أسود ومنساش أقول لحضرتك إن الـ 12 ساعة التانية في الـ 4 تيام دول الأفضل إنك تحط مطهر معاوي صمت على اللتر 12 ساعة لو كان يا جماعة الإسهال في الفراخ لونه بني اللون البني يا شباب بيكون لإما كوكسيديا برضو نفس المرض اللي فات لإما كوليستريديا وفي الحالة دي بيكونوا غالبا بيكونوا مع بعض فالنصيحة هنا إنك لما يكون اللون بني وهتعالج كوكسيديا لا تجزم إنها كوكسيديا بس لازم تعالج كوكسيديا وكوليستريديا طيب يبقى في الحالة دي العلاج إزاي هنحط نفس البرنامج اللي فات بس بدل 12 ساعة مطهر معاوي لا هنقسم الـ 12 ساعة دي نخليها 6 ساعات مطهر معاوي و 6 ساعات مضاد حيوي للكوليستريديا طيب أعرف إزاي إن هي كوكسيديا أو كوليستريديا هي لو كان الطحيني أو البني السايل يعني زي الطحينة كده غالبا بتكون كوكسيديا ولو هي فيها رغوة لو الإسهال البني ده مرغي أو فيه رغوة كده أو غازات بتكون غالبا كوليستريديا لكن برضو ما تنسيش هنعالج الكوكسيديا والكوليستريديا في حالة الإسهال البني اللي 2 مع بعض اللي 2 مع بعض يبقى إحنا دلوقتي يا شباب علشان نلخص الكلام لو كان الإسهال بني يبقى بيحتمل مرضين كوكسيديا عرفنا علاجها واحد من التلاتة اللي قلنا عليهم قبل كده مع فيتامين كاف 12 ساعة وكوليستريديا ودي علاجها بتكون 6 ساعات مطاهر معوي و 6 ساعات بتحط واحد من الأدوية دي أمبسلين أموكسسلين لينكوميسين سبايراميسين واحد من الأربعة دول بتحط معاهم كوليستين بعد كده يا شباب لو كان الإسهال أبيض أو أخضر أو مائي أو أصفر الألوان دي كلها بتتعامل معاها معاملة البكتيريا إن في بكتيريا في الفراخ وعلاج البكتيريا بتكون مضاد حيوي واحد من اللي هقول حضرتك دول زائد كوليستين يعني اختار انت واحد من دول وحط عليه كوليستين دوكسي تيترا سايكلين أريسروميسين سيبروفلوكساسين إنروفلوكساسين اختار واحد من دول زائد الكوليستين أو تحط فلورفينيكول لوحده فلورفينيكول لوحده في نقطة أخيرة حابب أقولها لحضرتك لو كان الإسهال الأبيض عبارة عن إسهال أبيض ولكن مجير في جير زي التبشير كده حوالين فتحة الإخراج للفراخ في الحالة دي تكون بنسبة كبيرة جدا الفراخ فيها مشاكل في الكليا ومحتاجة غسيل كلوي علشان تخسل كل أملاح اليوريا اللي انت شايفها عبارة عن تبشير دي وكمان النقطة التانية لو كان الإسهال أخضر في الصيف بس أخضر برسيمي يعني مفيش إسهال أصلا هو لون البراز أخضر لكن ناشف متماسك في الحالة دي برضو غالبا بيكون الفرخ صايم عن الأكل في الصيف أو في الحر أو لو انت عامل ساعات إظلام كتيرة ممكن برضو تلاقي فيه نسبة يعني خضار ولكن مفيش إسهال ولا حاجة اللي هو اللون البرسيمي ده في الحالة دي بتكون الأمور أصلا طبيعية وده الطبيعي في الحالة دي وبكده يا شباب نكون خلصنا حلقة النهاردة يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال كان معكم سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة